في البداية عدت فرض الولايات المتحدة عقوباتها على إيران يعني ثلاثة ملايين برميل نفط معرضين للانقطاع هل تفاعلت السوق العالمية مع الحدث يعني النفط بالأمس وصل تقريبا لأدنى سعر في أسبوع مرحبا في الواقع يعني إذا تم تطبيق الحضر الاقتصادي على إيران بحدافيره واستجابة الدول الأخرى فسيكون هناك يعني ارتفاع كبير في أسعار النفط ولكن ما نلحظه أن هناك تداخلات أخرى تؤثر على عملية الحضر على إيران على سبيل المثال الحصر الصراع الموجود الآن اقتصاديا بين الصين والولايات المتحدة يلعب في ملعب إيران حيث الصين بدأت قضعة صادرات النفط الأمريكية وستستعين عنها من أي مصدر آخر بما فيها النفط الإيراني أيضا هناك إذا تم يعني عملية تطبيق الحضر على إيران واستجابة الدول بما فيها الصين فهناك أيضا عائق آخر سيؤدي إلى رفع الأسعار لن تستطيع الدول الموجودة الآن يعني تغضية الفارق لأن هناك مشكلة بالنسبة لعملية المواصلات النقل يعني أيضا هناك عملية إذا تعرفون بالنسبة للنفط هناك عملية الصيانة بالنسبة لأبار النفط وهذا في حد ذاته ليس بالسهولة بمكان أنك ترفع الإنتاج بمليون زيادة أو 500 ألف زيادة بين يوم وضحاء بين ليلة وضحاء هناك أيضا عملية يعني ما يتم التنقيب أو الحفريات وهذه تأخذ بالنسبة لكلاسيك ويعني فترة ترجمة نانسي قنقر